طيب مباراة أسوان والأهلي والحمد لله يمكن انبارح كان عندنا صبق صحفي من العيار الثقيل اتكلمت ابارح على ملف التحكيم وانا قلت بعد العودة من كاس العلم للأندي هذا الملف لن يغلق الى ان يتم ضبطه بشكل احترافي او تعيين خبير اجنبي لما نشوف الفترة الجاية الا هيحصل مباراة أسوان والأهلي كانت بتمثلي مش فكرة اي حكم هيدير المباراة وخلاص لكنت بتمثلي حاجة تانية ايه المعيار اللي لجنة الحكام بتعتمد عليه في تعيينات الحكام هل الامور اختلفت بعد رحيل ماركت لاتنبيرج ولا لا انا ابارح قلت الاسماء المكلفة بإدارة المباراة قبل الاتحاد وقبل لجنة الحكام ما تعلم وده كان هدف عايز اوصل ليه بخصوص المعايير تعالوا شوف احنا قلنا ايه ابارح لان احنا في النهاية ما بنجميش ابدا على اي فرد داخل لجنة الحكام ولا بنتكلم على شخص او عندنا مشكلة شخصية احنا بنتكلم في امور موضوعية تعالوا نسمع وبعد ما نسمع اللي هي تعليق مهم جدا طيب ايه اللي بيحصل في لجنة الحكام جات لي معلومة ان مباراة اسوان والاهلي هيدرها الكابتن محمود البنة حلو ممتاز كابتن محمود البنة من افضل حكام الدور المصري وحتى لو بيغلط اخطاء فنها في المباراة الناس حتى بتبقى واسقة ان اخطاءه يعني ما بتبقاش ايه متعمدة او ما عندوش حسابات ما علينا ما فيش مشكلة نتمنى له التوفيق طيب مين حكم تقنية الفي ار كابتن محمد الصباحي ماشي طيب انا عندي سؤال لجنة الحكام والموضوع بعيد عن البنة والصباحي ربنا يكريمهم في المباراة وانا بقول لك جات لي معلومة وانا واثق منها ان هم الاتنين هايكونوا موجودين في مباراة الاهلي واسوان يوم الثلاثة بس انا عندي سؤال للجنة هو انتو لما عملتوا القيمة الدولية لحكم تقنية الفيديو ليه شلتوا الكابتن محمد الصباحي تلا ما انتم واسقون فيه قوي كده وحطونه في مباراة بيرة زي مباراة اصوان والاهلي يعني انت ثقتك في حكام الفار حطيت حسام عزب وحطيت عمر الشناوي وحطيت واقل فرحان عشان يكملوا مع التلاتة اللي كانوا موجودين قبل كده الاخ محمود عشور والكابتن محمود أبو الرجال والكابتن تارق مجدي طيب شلت الكابتن محمد الصباحي إيه فجأة المعلومة لما جات للاقية الصباحي حكم فار فيه مطشة أصوار والاهلي حكم فار في المطش ده يعني انت تصق فيه ثقة عمياء والصباحي السنة دي واخد مطشات فار كتير ومع ذلك شلتوا من القايمة الدولية بصوا على المعايير أنا بس بعرفكم الناس اللي في اللجنة بتشتغل ازاي ومعاييرها ايه بعد هذا الفيديو وبعد هذه الحلقة بالامس بحوالي ساعة ونص ساعتين اضطرت لجنة الحكام انها تعلن عن حكام مباريات الجولة يوم الثلاث وكانت من ضمنها مباراة أصوان والاهلي قبل معادة المطشة بـ 48 ساعة عمر الاتحاد وعمر اللجنة ما اعلنت عن قطكم التحكمية سواء مباراة الاهلي أو مباراة الزمالك إلا ليلة المباراة بالكتير قوي قبلها بـ 24 ساعة لكن قبلها بـ 48 ساعة فهو عارف خلاص الأسماء طلعت والأسماء وصلت والحمد لله لوحد بما أنه صحفي وإعلامي فبقدر إمكان بيحاول يوصل للمعلومة وبحاول يوصل قدر إمكان لأي معلومة عشان أعرف الدنيا مشة ازاي وعشان لما نطلع لحضراتكم لازم نشرح لكم لازم نقول معلومات رسمية وانا قلت مباراة انا اواصق من المعلومة والحمد لله كل معلومة بقولها في ملف التحكيم أنا اواصق مليون في المائنة بتم أصحب نسبة مش هقول 100% 99% أحيانا ممكن بنكتهت كتير ولكن أكيد ممكن ساعات ممكن تفلت من هنا واحدة بس احنا قدر نكمل حول نكته شوف أنا مش هقول 100% لكن إمبارا احنا قلت أسماء الحكم اسم حكم المباراة واسم حكم التقنية الحكم الفيديو المساعد الـ VR ومع ذلك الاتحاد بعدها بالضبط بساعة ونص ساعتين أعلن الأسماء ده يأكد لحضراتكم إن المعينة اللي بتكلم عليها على التعيينات اللي بتتم في الدور الممتاز من الكابتن توفيه السيد بما يعني ده بيأكد بما لا يدع مجل الشك إن أنا على المستوى الشخصي والله العظيم مش بتجن على حد سواء داخل الاتحاد أو داخل اللجنة أنا كل هدفي المصلحة الجامعية لمنظومة القرى المصرية ومصلحة التحكيم في المقام الأول وقلنا معلومات كتير في الملف ده والحمد لله معلوماتنا بتبقى صح جدا والأيام بتثبت ده ومع الوقت اللجنة أحيانا بتشتغل صح لما الأمور بيتم طرحها في وسائل الأعلام ولكن أنا مبرح لما اتكلمت في موضوع التعيينات أنا طرحت فكرة فين الحكام الدوليين في تقنية الحكم الفيديو المساعد لأن الكابتن محمد الصباحي كان مرشح للقايمة الدولية شان برضو الناس اختلط على الأمر أنا مش معنى كلامي إن الكابتن الصباحي كان في القايمة وهو مشلو لا يعني كان من ضمن المرشحين وما دخلش القايمة الدولية وتم ترشيح وائل فرحان وحسام عزب حجاج والكابتن عمر الشناوي مع طارق مجدي ومحمود عشور ومحمود أبو الرجال وبالتالي لما تيجي في مبارك بيرة زي مطشا أسوان والأهلي أكيد لازم تجيب حكم دولي ما أنت كمان روح تجيبت الكابتن محمود البنة في حكم ساحة رغم أن أنت على فكرة ممكن تجيب حكم مش دولي حكم المباراة لكن مهم جدا في تقنية الـ VR تحديدا تجيب حكم دولي ليه بقى؟ لأن كل المشاكل اللي بتحصل لحكم الساحة بتبقى أسبابها تقنية الـ VR فأنت محتاج حد خبرة في تقنية الـ VR كابتن محمد الصباحي آه عدار مباراة كتيرة وحكم درجة أولى ولكن بقى عشان أنت فكرة إيه؟ تبقى عملت الهمورك بتاعك يا عم حتى لو حصلت أخطاء أنا جيب لك حكم دولي حكم دولي خبرة كمان مش حكم دولي لسه داخل القايمة الدولية السنة اللي فاتت لكن أنت بتعملش كده ليه مش قادر أفهم؟ وبالتالي لما اتكلمت على مباراة النهاردة حتى اللي بتتلاقي في الدوري يعني مثلا لما اتكلمت على مباراة الداخلية والاتحاد السكندري ومباراة أمبي وطلاع الجيش وإدارة محمود عشور وإدارة محمد الحنفي للمباراتين النهاردة وقلت إيه؟ يا محمود عشور رجع من تاني آه رجع من تاني هو آه موجود في القايمة الدولية وحكم عامل وكل حاجة بس كان بقيت بقى له فترة أيام ماركت لتنبرج لما الرجل مشي ترجعه يبقى أنت إيه الرسالة اللي عايز توصلها؟ نفس الأمر لما اتكلمت على تقنية الـ VR خسام عزم حجاج لما أصيب فيه إحدى مباراة الدرجة التانية بشدة عضلي والمفروض لازم يكون فيه موقف معه عشان أصيب إنه حكم صغير إزاي يجيله شدة عضلي ولازم يكون مستعد بشكل كويس بتحطه في تقنية الفيديو هي اختلاف وجهات نظر بس أنا شايف إنه لما حكم صغير يحكم ماتش درجة تانية وجيله شدة عضلي أكيد لازم اللجنة ترجع له أنت استعداد كويس تتمرن كويس كنت نايم كويس لازم فيه تواصل بالنسبة لكابتن محمد نهاد جات لي تليفونات كتيرا مبارح على فكرة من أسرة التحكيم في موضوع الكابتن محمد نهاد أنا قلت مبارح إن الكابتن محمد نهاد راجع الكورة بتاعة سيد مونير في مطش سيراميكا وإمبيو وهم بيأكدوا لي إنه هو كحكم تقنية الفيديو لما قال لكابتن سيد مونير أنت صفرت قبل الكورة ما تخش فبالتالي ما فيش بروتوكول الفار فبالتالي أنت أخذ قرارك مع المساعد هي وجهات نظر في الأراء اللي تقلت لي ولكن لو الناس بتأكد إنه هو ما توقفش خلاص ما فيش مشكلة ما أنا بقول لك حتى لو إحنا عندنا واحد في المية غلط نطلع نعترف بي ما عندناش أي مشكلة خالص لأنه إحنا في النهاية يهمنا الصالح العام للتحكيم المصري فدي جزئية الكابتن محمد نهاد النهاردة موجود حتى في مباراة في الدوري العام ولكن لما تعرضوا بقى المحادثات اللي بتتم نقدر إحنا بقى نأكد المعلومات اللي هي صح ولا معلومات غلط ولكن للأسف انتوا لا بتعرضوا المحادثات ولا حتى لما بتصرحوا بتقولوا من اللي طلع صرح كابتن توفيه السيد بقاله كم يوم كده عمال يدي تصرحات هو ولا مش هو ما عرفش برضو مش واضح ليه انت متحدث رسم ما تطلع بنفسك تكلم بعدين قبل ما أطلع لفاصل أوجه سؤال للجنة هو كاتن إبراهيم نوريديني توقف ولا ما توقفش ده سؤال لجنة الحكام أنا معلوماتي انه ما توقفش العام الجاية هتزبت ده نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل بقى فقرات برنامج التريند